مرحبا بكم مجدد المشاهدين الأعزاء في كلام مباشر كما قلت قبل الفاصل بعد انتهاء الامتحان الجميع ينتظر هل يكرم المرء أو يهان وهذا بالنظر إلى النتيجة وأيضا النسب وعدد الناجحين أو الذين لم ينجحوا حباش من قلوش الفاشلين أو الراصبين فهذا كله مرتبط بمواعيد مثلا شهادة تعليم المتوسط البيام مثل ما قال وزير التربية ستكون النتائج يوم 25 جوان الجاري يعني بعد أقل من أسبوع من الآن وشهادة البكالوريا سوف تكون يوم 20 جويلية مثل ما قال الوزير أيضا في تصريح سابق هذا لا ينفي التسريبات الكثيرة اليوم بعض وسائل الإعلام والتقارير تنشر هذه التسريبات بشكل مكثف بعضها ينشر الحلول النموذجية وهذا شيء والبعض الآخر ينشر التسريبات عن الأجوبة وهذا شيء آخر يعني في الأمر الثاني يرتبط أكثر بما نشرته بعض المواقع والتقارير عن نتائج جيدة مثلا في البيام نتائج جيدة فيما يتعلق بالمواد الأدبية ومتوسطة في العلمية بل إن البعض ذهب بعيدا وقع نتائج سيئة في العلمي وهنا في المواد العلمية لأنه هذا تعلبية وهذا أيضا مرتبط بتصريحات يعني أو بعض الأحاديث عن أن بسبب تسجيل نتائج تتروح بين المتوسط والضعيف في العلم الطبيعية مثلا والفيزيائية والرياضيات قامت المفاتيشية العامة لوزارة التربية باقتراح أجوبة نموذجية وهو ما كان مضمون مراسلة وجهت إلى الأمين العام للدول الوطني للامتحانات والمسابقات ترجمة نانسي قنقر